اشتركوا في القناة اللي هو بيت الزوجية طبعا بنكلف نفسينا وندين علشان الناس تتفرج وماكلوش وشينا وصعبناها علينا وعلى ولاد الناس وبقى الحلال مكلف وصعب وطريقه كله مشقة صدقوني مفيش أزمة الأزمة فيه نحن في المشي ورعهات وتقاليد خلت الناس روح للحرام مع أن الحلال سهل أنت متخيل أن واحد مثلا أو واحدة مثلا معاها عشر قروش والجواز ممكن يتكلف العشر قروش دول لو هتجيب حاجات على الأد أو على الأد الاستعمال اللي هو مثلا طقمين كبيات وطقم معلق وشوك وطقمين أطباق مع تلاجة وبتجاز وتلفزيون وكده يبقى زي الفل لكنها مش هتقدر تتجاوز بيهم عارفين ليه؟ علشان المجتمع قال لها لازم تجيب دباديب وورد وألف دستة شوك وميكرويف وتكييف ومش عارف كم فوط على كم بطنية واربع شاشات على كم طقم صيني وبلاستيكات وشوية حاجات ملهاش أي لازمة لأنها طبعا مش هقلم من تعمتها أو خالتها والراجل برضو كذلك نفس الوضع يا جماعة بالله عليكم هاتوا الحاجة اللي على الأد واطلبوا طلبات معقولة بلاشوا منظرك الدابة سهلوا الحلال وخلوا الناس تتجاوز بلاش تضغطوا على نفسكم وتضغطوا على ابن الحلال اللي جاي علشان يتقدم لبنتكم انتوا عارفين ان الضغط ده هينعكس جواحتهم بالعصبية والخنقات وأحيانا بالسجن عند بعض الناس طب وليه ما من البداية بقدين نحل بقدين نجيب الضروري واللي على قد فلوسنا وهيتجاوزوا برضو وهيعيشوا مبسوطين وبعدين هم يزودوا اللي هم عايزينوا واحدة واحدة بس يتحطوا الأول على أول الطريق يا جماعة بلاش تقعوا في الفخ وخليكم لينين في طلباتكم ما تبقاش انت متجاوز في قد وصالة بالإيجار وتطلب من اللي متقدم لبنتك شقة تمليك أربع قوض وصالة عفوا بناكوا يا جماعة والشاب اللي جاي تجاوز ده حتى عارفين ده عند ربنا أكبر وأعظم بكتير منيش مقفول عليه باب حتى لو متكلف مئة ألف جنيه بعد الفاصل استنونه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر